بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر ميكانيكا المواقع الثنين الدرس الخامس Introduction to Compressible Flow Part 1 المحاضرة السادسة كنا قد وصلنا في المرة الماضية إلى استعراض Stagnation Properties وصلنا بأن Enthalpy H0 أو Stagnation Enthalpy is equal H plus V تربية على الثنين نحواصل في هذه الحصة لو أخذنا مثلا أنه البروسس Reversible هذا يعني إيش أنه Stagnation State is called Isontropic Stagnation State المريزونبيك ستايت يعني Enthalpy is equal constant بما أنه Enthalpy constant راح نشوف على الرسمة هنا الموجودة على اليمين اللي فيها على YH وعلى X Enthalpy راح نشوف حالتين الحالة الأولى اللي هي Actual Stagnation State والحالة الثانية اللي هي Isontropic Stagnation State Stagnation Enthalpy is the same for the Isontropic and Actual Stagnation State يعني عيش يعني As the result of fluid fraction هنا لو أشوفنا الرسمة هذه الخط هذا يرمز للإيش إلى Isontropic Stagnation State والخط هذا المتقطع يرمز لي إلى Actual Stagnation State وصلوا إلى إيش نفس Stagnation Enthalpy اللي هي موجودة على الخط هذا النقطة هذه والنقطة هذه لكن هنا زي ما قلنا هنا في كتابة إنه الضغط Pressure في الحالة Isontropic Stagnation State أكبر من إيش من Actual Pressure هذا يرجع لسبب إيش لسبب إنه في احتكاك أو ما يعبر عنه زي ما هنا هنا Fluid Friction Stagnation Processes are often approximated to be Isontropic and Isontropic Properties are referred to our Stagnation Properties يعني سنحاول إنه في جميع الحالات اللي ندرسها بعدين إن شاء الله اللي هي Temperature and Pressure إني رح نحتمد إنه إيش عندي Isontropic Stagnation State أو نعتبر إنه Reversible Process لو أخذنا هنا إنه زي ما قلنا Isontropic Process رح نشوف Stagnation Properties بالنسبة لل Temperature فأخذنا في ال Ideal Gas إنه H تساوي CPT فهذا يعني إنه Stagnation Enthalpy تساوي H تساوي لي CPT 0 تساوي لي CPT بلس V تربية على 2 لو قسمنا على CP تصبح Stagnation Temperature تساوي T مع الجزء هذا على اليمين زي ما قلنا T0 تسمى Stagnation Temperature و V تربية على 2 CP تعتبر لي هي H تعتبر لي temperature rise أو الزيادة في درسة الحرارة عندما يكون H عندي Stagnation فهنا أيضا Temperature rise هذه تسمى Dynamic Temperature بما يعني V تربية على 2 CP تسمى H تسمى Temperature rise ويعبر عنها ب Dynamic Temperature طيب نفس الشي هنا لو أخذنا Dynamic Temperature ونحاول أني نعبر عليها بطريقة أخرى باستعمال Mac Number كنا قد شفنا في الحصة اللي قبل أنه Mac Number يساوي Velocity على C أيضا نعرف أنه C تربية تساوي K R T ونعرف حسب ما شفنا في Thermon أنه CP تساوي K R على K minus 1 لو استعملت Combination ل3 balances هذن وبداية V تربية على 2 CP T نصل أخيرا أنه T 0 على T أو Stagnation Temperature على T تربط ها علاقة ب Mac Number تساوي 1 مع K على minus 1 على 2 Mac تربية المعادلة هذه إن شاء الله رح إيش رح نستعملها لو أعطاني Mac Number في استعمال الجداول إن شاء الله في الشابتر القادم إن شاء الله يعني لو أعطيني Mac Number فرح نطلع Stagnation Temperature بسهولة تامة أو لو أعطيني Stagnation Temperature فرح نطلع Temperature إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر